أهلا بحضرتكم من جديد في كل مكان بيان المتحدث العسكري مبارح أكد على أن أبطال القوات المسلحة تصدوا لهجوم إرهابي على نقطة رفع مياه بسيناء وتم الاشتباك والتصدي لهذا الهجوم الإرهابي وأصفر هذا الحادث عن استشهاد ضابط وعشرة جنود وأيضا إصابة خمس أفراد وتموا مطاردة هذه العناصر الإرهابية والمحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء تعقيبا على هذا الحادث الإرهابي نرحب بضفنا اللواء عدل العمدة المستشار العسكري بيئة كنوية ناصر العسكرية صباح الخير عليك سيادة اللواء أهلا سيادة اللواء أهلا سيادة مرة أستاذ مصطفى أهلا سيادة كيف أنتم ويمكن التوقيت لهذا الحادث وما يحدث من متغيرات دولية وإقليمية سواء على الصعيد الاقتصادي أو كمان على الصعيد السياسي والدور المصري الفاعل في كل هذا بتأكيد له علاقة بما حدث أمس وهذا الحادث الإرهابي في سيناء الأول بعز نفسه الشعب المصول بل والأمة العربية كلها في ضحايا هذا الحادث الغشم الأليم بالفعل اللي يمكن وجعناه كتير جدا لأنه هو جاي بعد مرحلة أعتقد أننا بدأنا ننسى فكرة وجود هذه العناصر أو الفئات البضلة المضلة ودي ممكن نتيجة دلالة التوقيت يعني في هذا ليه في هذا التوقيت عدرتك تعلمي ونعلم جميعا فكرة النجاحات المتزايدة والمتنامية سواء في موقف المتوازن المصري فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية يعني في موقف متوازن مصري في هذا الصدق فكرة مجابهة جائحة كورونا فيما سابق ثم بعد ذلك مجابهة الأثار الاقتصادية المترتبة على الصراع أو المعرأة الأزمة سيد دمامين روسيا وأوكرانيا الأزمة الاقتصادية العالمية والفرق بين الروبل والدولار والقصة اللي طالت يعني سيدة دلوقتي كل هذا الكلام ليه إنعكسات وليه تبعات وليه أثار على الدول النامية وعلى اللي مصر من ضمنها أو الدول الصعدة اللي مصر تصنط من ضمنها في ظل مجابها للتهديدات والتحديات اللي ممكن تصل أو ترد إلينا من خلال توابع هذين الأحداث أو هذين الأزمات طيب ده جزء الثاني تجاوز مصر الكثير من هذين الأزمات بل بالعكس يمكن كان لها نقطة فاصلة ورد سريع ولها ريادة وزعامة سواء أقليمية أو دولية فهذا الصدد في الإجابة على هذين التساؤلات وفي التعاطي مع كل هذين المتغيرات والأحداث ده جزء مهم جدا لازم نتطرق إليه جزء الثاني مش هقول التسريبات ولكن تسجيلات الصوتية اللي كانت رؤية العين وده كانت دلالة مسلسل الاختيار والنتاجه وتوابعه فكرة تطرح المصر التاسع الجميع وملقاش مكان لنفسه يعني يوسف ندن لسه مطلع بيانة بارح كان عايز يخش في السياق ده طب انت متهمين بجرائم دم وانتو أساسا من غير يعني الشعب مش مرحب بيك ولا عايز كل سبب بسيط لأن انتو تجاوزتوا في حقه كتير جدا وتنتوه ان انتو تاخدوا البلد لمغبة السقوط أسوى بالدول الجوار يعني انتو كنت عايزين تودونا في معترك احنا مش كنا يعني صعب جدا فبالتالي ملكمش مكان معانا انتو ملكمش مكان معانا اللي مكان معانا اللي لم يستخدم السلاح ضد بني بقى وطنه وبني بلده غير كذلك خلاف الرأي أهلا وسهلا بيه نقدر نتنقض ونتفع على ميدة المفاوضات والحوار ونقدر نتكلم في هذا الموضوع لكن دون ذلك لا فيما يلاقي نفسه مجنب واصبح الموضوع بحال بالنسبة لاني نعود مرة أخرى إلى ما كان عليه في السابق اعتقد ان دي برضو بتعمل دافع أو داعم للعناصر النهائبية انها تحاول توجعنا المناسرات الأعياد دايما أبدا لحظة حضرتك كده منذ 6 أكتوبر يعني من اقتلال رئيس السلاة رحمة الله عليه المناسبة احنا كلنا كعرب مش كمصريين فقط كعرب كلنا يعني كلنا شموخ مع هذه الزكرة 6 أكتوبر 73 طبعا ربطا بيها طبعا اما تقتيل السلاة رحمة الله عليه يعني اذا ربطا بهذا الكلام اذا هم بيحاولوا يوجعونا بيتخير يحاولوا نصر الألم اه يتخيرون المناسبات القومية والدينية والأعياد عشان يوجعونا بيها احنا لسه خارجين من عيد القيامة ثم عيد الفطر ثم في خضامة رمضان وعيد العمال يعني لمو عامل عياد القومية والدينية كتير جدا النهاردة كان أول يوم عمل من أمس كانوا يوم أول يوم عمل بالنسبة لبعض الجاد يبقى لازم يبقى فيه عمل من هذا الشكل خيرهم لنقطة المياه أو محطة رفع المياه ديا أو نقطة رفع المياه اللي موجودة في أحد المشروعات القومية اللي بتستهدف التنمية والتعمير ده دلالة أخرى لا هي كمين شرطة ولا هو كمين جيش ويمكن ده للناس يتوقف عنه عنده أنه ده نوع جديد من العملية بالضبط يبقى يبقى تبقى تأمين هذه المناطق هي مناطق محدودة لأن مناطق مدنية بالفعل وفي نفس الوقت هي عملية الحراسة لاسى التأمين يعني عشان يقول لبقى حراسة وهو قاصد يجي في التوقيت وهو عايز يجي للمكان ده بالذات وده دلالة التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ليه اختار المكان ده مصر الحمد لله بتتقدم كل يوم مشروعات قومية افتتاحات في ظل هيساء جايحة الكورونا أو الآزمة لكن لسه شغال حضرتك وتفتح تبعا من الإجراءات خصوصا في سيناق لأنها تحرمت السنين اللي قبل كده من هذا النوع من التنمية 700 مليار جنيه لهذا الوقت يعني وخصوصا العمال اللي فاتوا كان فيه يعني مشاريع عملاقة في سيناق من أقول لحضرتك إجمالا 700 مليار تم صرفهم على سيناق بدءا من قناة السويس الجديدة مرورا بالأنفاء وصمها المشروعات اللي في سينا نفسها رفح الجديدة عودة عودة أبناء رفح الجديدة والشيخ زويد إلى أماكنهم مرة تانية وكانوا الاحتفال في ظل العاد بالأمس وراحوا لزراعاتهم ممكن كان فيه هناك لقاء مع ستلوه عفضيل شوشة وأكد دماما أن الناس إزاي لما رجعت إزاي كانت رغبة أنها تنظر إلى أرضها اللي يعرضها للنكاية متواجدة وقبرت على الابتعاد عنها فترة معينة عشان تعود مرة تانية إلى النكاية تراها كل هذه الأدوات أو كل هذه الدلالات لها سبب لما حدث سباح أمس لازم يكون فيه ردة فعل ردة فعل طبيعية جدا جدا لهذا الموضوع طب وإحنا بنحل الردة الفعل من هو المستفيد؟ دايما القعدة هنا بتقول ابحث عن المستفيد يعني البعض يقول أن حالة الحوار السياسي اللي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي واشترط أن لا يكون من تلوتت يديه بالدماء أن يدخل فهل هذا يعني طبعا إقصاء للعناصر دي إقصاء لهذه العناصر اللي كانوا عايزين يرجعوا كان عندهم آمل هل دا لي علاقة بالمسلسل هل دي يعني تفسير حضرتك أنا شايف طبعا أن كل صفيتك طرحته دول الفعل هو ليه أثر وليه تبعية وليه مسبب للحدث ده فيه جزئي أنا بس عايز أرجع بحضرتك من فترة من 2016 وحتى 2021 هذه المرحلة كانت يعني عدد العمليات الإرهابية لنفسها بدأ يقل أنا حاولي أسأل صفيتك اللي بدأ يقل إزاي البداية من 2016 حتى 2021 يعني من خمس تشهر تحديدا كانت العدد العمليات 1228 عملية منهم في 16 بس 2016 598 عملية يعني نصهم تقريبا في 2016 2017 ربعهم 328 عملية سأليه بالمجاب ما أنا حاول لحضرتك بس عشان دلالة الأرقام لنا بقولها ديا لها دلالة اللي توصلنا لللي احنا عايزينه بالوقت تخيل حضرتك من 18 19 20 21 328 عمليات تاني يعني شوف حضرتك أربع سنوات متتالية وراء بعضها يعني تقريبا وكلها في النهاية بتصل إليه أبوات بدائية الصنع أبوات مفخخة بطريقة عشوائية بطريقة بدائية جدا جدا ده دلالة على أن أنت حضرتك قدرت تقضي على شخفة الهداء قوة قوة أسليم المجاب أصبحت تضمحل العمليات كأعداد من جهة من جهة تانية الصفوف الأولى اللي بتنفذ هذا التدريب وهذا الإعداد وهذا التأجيز للعمليات للعبوات للعبوات دي أصبحت طيق كتمان أوضعت أو تم استهدافها من عملات استباقية فبالتالي الشغير كوادر مش مضربة كويس مش تعلمة كويس فبتالي ترمي العبوات بطريقة عشوائية على مصارة التحرقات بتاعت المركبات وده اللي كان بيحاول يوجع فينا يعمل فينا بعض الخسارة البسيطة لكن اللي عايز اللي عايز أأكد عليه أنه فيض محلال تام واندصار للعملات العربية خلال الفترة دي طيب أعط الخمس تشر اللي فاتوا دول أعمل تقريبا ستة عمليات في يناير وفبراير عمليات استباقي لا عمليات هم اللي بيعملوها عمليات بسيطة جدا عبارة عن حاجات مفخخة بطريقة عشوائية يعني عبوة مرمية في الطريق يعني عبوات مرمية في الطريق بطريقة عشوائية ده دلالة لأنهم خلاص انتهت الصوف الأولى انتهت طب عايزين يحيوا نفسهم ويوجدوا ساحة ويقولوا أننا موجودنا على أرض الواقع ولينا رد تفعل لنا مطالب عايزين حقاها أو لنا رغبات عايزين حقاها رغما عن الدولة المصرية هيهاتا يحدث ذلك فبيحاول يعملوا إزاي يقولوا طب هيا يستهدفوا أماكن اللي هي ممكن تؤثر فينا وتوجعنا ايه العناصر المكان ده اللي هو محطة رفع المياه شيء من هذا القبيل عشان كده أنا بأكد على أن الحمد لله عملية المتابعة والتتبع لهذه العناصر وردة وان شاء الله هتسمعوا أخباركو يسخ لها الفترات وجيزة على نهاية اليوم ان شاء الرحمن بأن تم استهداف هذه العناصر والقضاء عليها يعني اتصاقا مع هذا الأمر القوات المسلحة قامت بتمشيط عدد كبير من المناطق المنعزلة في سيناء كيف دخلت الجامعات دي لمنطقة مياه غرب سيناء يعني بعد هذا حالة التمشيط يعني لوجستيا يا فندم دخلوا يعني مين اللي آمدوهم وغرافيا دخلوا ازاي يعني عندنا حدد كبير من الاستفهامات حوالينا هذه العملية الغمضة شوف هي مش غمضة بالشكل المفهوم لأن دي عناصر خلايا كامنا شوف حضرك احنا في 73 وسبعين كان العدو واضح يعني العدو اللي بتقاتله حضرتك بيبقى واضح وصريح انت شايف دبابة لون معين طراز معين سمت معين مجند لابس افرول معين شكل معين لغته معينة فانت عارف ان العدو بتاعك هو ظاهر واضح انما دي خلايا كامنا وعيشة في وسطنا يعني احنا في اطار معركة الوعي كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعيشوا بقتلنا ويدنوا الهدمدة هم هذه العناصر عايشة على كده فهم بسطنا موجودين معانا خلايا كامنا للأسف الشديد لازلت مغيبة حالة الاستنفار والوعي الامني اللي ظهرت على قبل اختيار واجعتهم قوي لاني اتكشفوا على حقيقتهم وازهرت التسجيلات اللي كان بيتارت في نهاية المسلسلات من هو المجرم الحقيقي اللي كان الطرف الكالت لسلتكسال تعليمين شوية العناصر اللي تصحبت الاستفادة وصحبة المسلح على سلتكسال تعليمين شوية من المستفيد من وضع الدولة المصرية هل اهداف دولية واقليمية هل اجهزة مخابرات عايزة تقتنص البلد وتوقعها هل مصالح العناصر والدول تانية عايزة تركب الموجة وتبقى هي صاحبة الرياضة والزعامة الاقليمية في اطار دولة عثمانية دولة فارسية قطبية واحدة دولة يهودية كبرى كل هذه في عالم يتشكل وكل واحد عايز يطلع طبعا انت بتجابه انت احد انت ناصية العالم انت الدولة الوحيدة اللي تجل علىها ربنا سبحانه وتعالى انت ليك مكانة وريادة وزعامة صحب حضارة صحب تاريخ صحب قوة صحب ريادة صحب مكانة صحب عقلية انت يعني شوف 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 الامكانيات والمزايا اللي بتتنوعها بتعبيرهم من الدولة المصرية فانت مطمع طول عمرك انت مطمع طول عمرك طب ما كانت طمع فين ما سيناء يعني معظم الغزوات اللي بتاريت الى مصر كانت بتيجي من اتجاه للسرعة للشمال الشارع يعني بيعبر من سيناء طب ما السيناء دي لازم تبقى فيه موجود فيها مهددة بالسمرار طب لما تيجي تعمل فيها وتصف على 700 مليار وتعمل مشروعات قومية ولحضراتك تفضلت والتوصد هدير قلت دلوقتي عليها مجموعة كبيرة جدا من المشروعات في سياق 700 مليار جنيه اللي تمز يمكن علشان كده فيه تغيير في الاتجاه وباية الحرب على الاماكن الحدمية للمواطن مع مسألة ارتفاع وعي المواطن بنفسه بعيدا عن الدولة والحكومة المصرية وعي المواطن المصري نفسه اختلف ما بقواش يصدقوا الشائعات اللي بيسمعوها بقوا بياخدوا المعلومة من الجهة الحكومية يعني شوفنا الشائعات الاقتصادية اللي كانت بتحصل قبل كده والفترة فاتت نسمع شائعات عن اغلاق سوق الدهب شائعات عن تغيير سعر الدولار بعد رفع الفايدة في الفدرالي الامريكي ولسه يعني كنا في فترة اجازة ما كانش لسه فيه اي شيء حدث يعني رد المواطن بصورة كبيرة من الوعي على كل هذه الشائعات خليته هو يكون مستهدف من الدرجة الاولى من هذه الجماعات الارهابية الخدمة رفع المياه ده مستهدف في النوع من ايه يساهم في زيادة الرقعة الزراعية الـ 500 الف فدان يعني نصف منهم فدان في المنطقة دي بتحديدا في سيناء تحديدا فالروافع دي مجموعة من الروافع يعني بتستهدف توفير مياه الري للمناطق دي فبالتالي ده هدف تنموي هيصل لمصلحة المواطن طب انا عايز انت وعايته خلاص وعرفت ان انا ضدك طب خد انا بجابهك بقى ما دي عنص المجاب دي ردد فعل ردد فعل وردد فعل اللي لازم تتعامل اللي عايز اكد عليه السيد الرئيس نوع على هذا الكلام في اللقاءه مع أسر الشهداء وقال ان احنا مستهدفين لازلنا ومعاركة الوعية ما انتهتش والمعاركة لسه ما انتهتش بالفعل وهنا لازم ناخد بالنا من ما سيتم لان ده يعني وجحهم جدا لان نكشفهم حالة الحوار الوطني والتفاف حوالين سيد رئيس عبد الفتاح السيسي وجود القبائل السينوية بكل ممثليها يعني ما حدث من الحوار ما بينهم وبين السيد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال افطار الاسرة المصرية اعتقد ان كلها دي كانت رسائل شديدة الوضوح لأهل الشر أهل السيناء حضرتك طرحت حتة جميلة جدا عايزة نوع عنها وجود أهل السيناء في الافطار وجود أهل السيناء باستمرار في عقل وزين القبائل السياسية المصرية وجود أهل السيناء بدوا مشقة يعني نقول ايه على مدار التاريخ هم خط الدفاع الاول المواجهة المباشرة بتبقى من خلاله عايزة أكد على وجودهم في هذا الموضوع هذي العناصر عندها من القرامة ومن القوة وليها وقفات كثيرة جدا على مدار التاريخ انها تشمس كل ما هو ضد الدولة المصرية يبعدوا طب هؤلاء المشمسين تم استقطابهم وتم الاستحواز عليهم وخلايا كمنا وبتالي تخش فين في مغبة الإرهاب لأن المصروف مفيش طب مين لا يصرف عليه هم الدول ابتدت فكرة انت وجودهم عشان كده هم اللي بيساموا ويساعدوا وقاد أو أهل السين قدرى بشعبها عشان كده بينفزوا ويساعدوا في هذا الموضوع طيب دايما كنا بنشوف الإرهاب منحصر في شرق سيناء في مسلس رفح الشيخ زويد راح هناك جنوب بقى راح غرب راح الغرب غير جديدة دي ولا ده يعني عسكريا احنا ربما مدنيين مش فهمين عسكريا تحليل حضرتك راح لفين للغرب راح لمنطقة مدنية ايه المنطقة المناطق التوافية توجد قوة مسلحة والشرطة والطمشيط المستمر والكمين راحت خلايا كامنا استطرت في منطقة مدنية واستهدفت مكان مدنية مش مكان عسكري يعني هو حالة من الجبن ده هي الخصة والندالة عدم المواجهة عدم القدرة على المواجهة الضعف الوهم اللي انتابل لجامعات الارهاوية ده يزل صورة ده ترجمة حقيقية للموضوع ده والعلى وقاسة كانت يعني الهدف هو ضرب محطة المياه ولم يكن في مخيلاتهم انه يكون فيه من يتصدى لهم هناك فكرة بقى الاجراءات الاحترازية اللي واخدها الدولة من خلال عناصرها الامنية وادرت انها توقف بالمرصاد وما كان عايزين يستولوا على زي المحطة عشان يوقفوا عملها وبمسبة كان فيه بعض العناصر سواء في الرفح الجديدة او بتريد لهم تهديدات من قبل زي العناصر عشان تبعدهم او تسنيهم عن العمل فيه المدن الجديدة اللي بتدع يعود اليها اهلنا بالامس هذا الكلام كله معناه ايه معناه ان هم بيحاولوا يضغطوا علينا بمتكاز التجاه مسألة المشهد الاقتصادي المضطرب عالميا ومصر يعني جزء من هذا العالم ما يحدث من يعني محاولات حثيثة للدولة المصرية لدعم المواطن المصري من الناحية الاقتصادية يعني في ظل هذه الازمة الاقتصادية مع طبعا تدعيات الازمة الروسية الاوكرانية ومن قبل تدعيات فيروس كورونا شوف حضرتك يمكن ان الحمد لله الدولة المصرية كانت اتخذت مصار اقتصادي ناجز او ناجح في البداية وترصد لي وبدأنا يعني المرحلة ب بحس عن الاحتياجات يعني هل الازمة الاوكرانية الروسية كانت محطوطة في المخطط بتاعي الاستورد الامح بصورت بعض الخطع الغيار من اوكرانيا ومن روسيا كتير جدا يعني كانت 30% من مواردنا بالنسبة لهذا الموضوع من هناك صحيح فما كنتش متوقع هذا الكلام طب الضربة الاستباقية بقى والرؤية المستقبلية اللي تمتلكها القادة السياسية واستشراف المستقبل اللي ظهر فيه بناء الصوامع صوامع الغلال اللي تمت على مدام 2016 للنهاردة مجموعة الصوامع اللي انتشرت دي فكرة زراعة 3.650 الف فدان بالقامح اللي بنحصوده من النهاردة هل كان احنا كنا يعني هل أنا عايزة أقول بس ان شاء الله فيه مواجزات المواجزات دي انا بتكلم عليها لازم نستعرفها يعني يعني فيه تخطيط للدولة المصرية فيه استشراف للمستقبل للقيادة السياسية المصرية وفيه بحث عن ايه الاكتفاءة الذات من الامح لازم اجيب لازم ملك قوت وملك قراره لازم ابحث عن هذا القوت يعني دي الرؤية حدث ما حدث من متغيرات طاقة والغاز يعني اه كوني ده حدث ما حدث انا جاب ربنا سبحانه وتعالى اداني الحقل زور اداني الطاقة والغاز اداني الطاقة الكهربائية انا في 2013 كان عندي 24.5 ألف ميجا واط ده الكهرباء اللي في مصر صحيح شوف النهار ده احنا فيه النهار ده 58.5 ألف احتياجاتي من 35 إلى 40 ألف ميجا واط المشروعات القومية والمشروعات بين التحقيقية والاحتياجات الفعلية على مدار المدار المدار السنة بحتاج الكلام ده طب الاحتياجات دي متوفر فيها قد زيادة ما دي زيادة اللي طالع صدر صدرت من الجنوب الاوروبي والدول العربية في الشرق او في الغرب والدول الجنوب ايضا السودان ومشابه فبالتالي بها عندي مجموعة من الفائض مصادر الطاقة الاخرى صحيح طيب توقعك ايه لللي جاي يعني الرئيس السيسي بالتأكيد لن يمر معه هذا الامر مرور الكلام احنا واسقين تماما في هذا الامر يعني بخلاف عمليات التمشيط وبخلاف ما سيحدث على سيناء بتوقعتك العسكرية على الارض عامل ازاي انا دايما بستحضر الكلمة اللي هيهوب من مصر هشيله من على وش الارض ده الرد بتاعه اللي هيهوب من مصر هشيله من على وش الارض تي تجاوزه في حقنا ولازم يتعمل فيهم اكتر من اللي ستك تتخيله في هذا الصدق دي عناصر يعني تنتوي الهادم للدولة المصرية وغير مختنعة تماما بفكرة الحياة السليمة والسديدة والحياة السلمية بل بالعكس كل كلامهم عن السلمية وهم ضد هذا الموضوع قلبا وقالبا فبالتالي يجب ان يكتوب هذه النار ويمكن كل ما يحدث ولن يشغل لنا إلا اختار منه وكل ما يحدث لن يعطل مسيرة التنمية ويمكن شفنا ده من خلال رسائل واضحة من الحكومة والبرلمان كان هناك رسائل واضحة أمس من الحكومة والبرلمان وعيث مجلس الوزراء كل الوزراء أجمعت تماما على أن هذا الكلام لن يسنين عن المضي قدما في تعيق هدفنا الدليل على ذلك مصر الحمد لله بتاخت خطوات والسبب في بصر 20-30 نحن رصدين خطة التنمية مستدامة رؤية مصر في 20-30 مرسودة محطوطة نحن جوازنا الستين في المئة النهاردة من الخطة المستهدفة في 20-30 لسه قدامي 8 سنين في هذه الخطة خلصت 80-60% منها ودخل على السبعين في معظم مشروعات أنا فين في التصنيف العسكري مستهدف أنا أكون من ضمن 30 أكبر يعني من ضمن 30 دولة على مستوى العالم يعني الترتيبة من ضمن 30 على مستوى العالم في كل المجالات النهاردة أنا فين بص القطاع العسكري أنا فين من المجال العسكري وده مهم جدا أن أكون في هذا الكلام طب تصنيفي لإقتماني المؤسسات الدولية هي اللي بتقر أنا إيه أنا بي بلص مستقر يعني ده معناه إيه معناه أننا الحمد لله مسيرة الإصلاح الاقتصادي نجزة القدرة العسكرية نجزة وده اللي نقولي الكتلة الحيوية بتاعتي أو القدرات الملموسة اللي عندي تتمثل في الحاجات ثلاثة حاجات دول قدرة اقتصادية قدرة عسكرية كتلة حيوية شعب وأرض شعب وأرض ويمكن ده سكتلوا بينعكس على ردود الأفعال العالمية والدولية أمس وأيضا العربية طبعا على هذا الحد السلاليم ويعني يبرهن على وضع مصر القوي في العالم لو لم تكن مصر الحمد لله قادرة على تجاوز مثل هذه الأمور ومثل هذه الأزمات ولكن لو تكن فعلا عندها للأدوات والأليات اللي تقدر تخليها تجابة وتقدم كل ما هو في صالح المواطن المصري بل والعالمي أيضا لأننا بنكافة عن الإرهاب نيابة على العالم وطولة عمرنا على كده الحمد لله منذ أن بدأت تيرت الإرهاب تستعر وتشتاد ونحن نحارب الإرهاب نيابة على العالم ونحن نحارب الإرهاب نيابة على العالم هل هذا الكلام بجديد بالنسبة لهم لأو ما هي عندهم يقين تاب يعني مركز اعتدال مبارح في المملكة العربية السعودية بالمناسبة نتمنى الشفاء لجلالة الملك سلمان ربنا أبوهم بالسلام إن شاء الله إن شاء الله المركز اعتدال اللي فتح الرئيس عفتاح السيسي في مايو 2017 هو الرئيس الأمريكي ترامب والعهل السعودي الملك سلمان ده مركز لمكافحة التطرف والإرهاب في هذا أيام يوم لفتتاح ده مصر طرحت استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب اعتبرتها الأمم المتحدة وثيقة رسمية أنا اللي حطيت الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب للعالم أصحاب تجربة أصحاب تجربة مهمة أصحاب تجربة نجزة طبعا طب لما روحت مجلس الأمن في 16-17 عضوية غير دائمة ماذا تقلت؟ تقلت منصب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب صحيح تصدر القوانين وتنفذ الإجراءات في هذا الصدد يبقى دلالة على يقين العالم الكامل بأن مصر فعلا دولة نجزة في هذا الملف دولة تستحق عشان كده ردة الفعل بتاعت العالم يقينا منها بالأمس يعني على حدث الأمس يقينا منها على قدرة الدولة المصرية على تجاوز مثل هذه الأزمة وأن هذا الكلام لان يسنيها عن تنفيذ أهدافها النبيلة والسامية لصالح المواطنة لمصر بكل تأكيد نشكر حضرتك سيد اللي وقعد للعمدة المستشار بأكدومية ناصر العسكرية شكرا جزيلا على وجودك معنا نحن 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 نفسك شكرا جزيلا